أهم الأنباء التكنولوجية من أجيال إليكم نشرة التكنولوجيا من أجيال أهلا بكم منصة التدوين النصي ثريتز التي أطلقتها ميتا حديثا لمنافسة تويتر تواصل توسيع قاعدة مستخدميها النشطين وحقاقات ثريتز التي تتكامل مع إنستجرام نجاحا بجذب أكثر من 100 مليون مشترك في أول خمسة أيام من إطلاقها وتشير بيانات جديدة إلى أن المنصة حققت بالفعل خمس قاعدة المستخدمين النشطين الأسبوعية لتويتر رغم ما ظهر من انخفاض طفيف في استخدام المنصة أواخر الأسبوع الماضي بنسبة 20% وخدمة واتساب تضيف ميزات تتيح للمستخدمين بدء دردشات مع أشخاص مجهولين من خلال البحث عن أرقام هواتفهم دون حفظها في دفتر العناوين وتجعل هذه الميزة دردشة مع أرقام غير معروفة أسهل وأكثر خصوصية بعد أن كانت تفرض قيودا تمنع المستخدمين من بدء دردشة مع شخص ما دون حفظ معلومات الاتصال الخاصة بهم أولا شركة روسية تطور روبوت قلبي للضغط على الصدر أثناء الانعاش القلبي الرؤوي وبفضل مستشعرات حيوية ينظم الجهاز الضغط وعمق الانضغاط ويمكنه العمل ببطارية لمدة 45 دقيقة متواصلة ويمكن استخدام الجهاز في غرف العناية المركزة وسيارات الإسعاف والأقسام التي تزرع فيها الأعضاء البشرية دوم الصحة والعافية لكم مستمعين هذا ما كان لدينا في نشرة التكنولوجيا من أجيال قرأت عليكم ميسم البرغوثي إلى اللقاء اشتركوا في القناة